تعد العلاقة بين مصر والعراق نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء العرب تؤمن القيادة السياسية المصرية بأن العلاقة المتوازنة بين القاهرة وبغداد تخدم أمن واستقرار الإقليم أيضاً المزيد في سياق هذا التقرير مصر والعراق علاقات تضرب بجذورها في عمق التاريخ تشترك القاهرة وبغداد في إرث حضاري كبير مصر أرض الحضارة الفرعونية القديمة والعراق مهد حضارة سومر وبابل وآشور أما عن الجغرافيا فقد وضعت البلدين أمام قدريهما مصر مركز العالم القديم ملتقى الشرق والغرب نقطة لالتقاء أما العراق فهو أمين سر البوابة الشرقية للأمة العربية وحائط الصد مقدمة لا بد منها للتعريف بالبلدين باعتبار مصر والعراق نموذجاً للعلاقات القائمة على الندية والاحترام والتقدير المتبادل وبعد ظروف صعبة اكتاحت الشرق الأوسط وتأثر بها البلدان ها هما يتجاوزان ما فاتهما وقد بدأ العمل منذ سنوات على استعادة الزخم للعلاقات بينهما إضافة إلى التعاون والتنسيق في مختلف القضايا والملفات الثنائية والإقليمية والدولية تؤمن مصر بأهمية وحدة وسلامة واستقرار العراق وتؤكد دوماً رفضها التدخل في شؤون العراق الداخلية وانتهاك سيادته وأراضيه وهي أحد أكبر داعميه أمام محاولات الهيمنة والسيطرة وتعلن ذلك بشكل علني أمام جميع المحافل وفي مختلف المناسبات كما تؤمن القيادة المصرية بأن علاقة صحية ومتوازنة مع العراق هي في صالح شعبي البلدين وتخدم أمن واستقرار الإقليم أيضاً ومن هنا كانت اللقاءات المستمرة بين قيادتي البلدين على مدار السنوات الماضية والحرص على تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الأمر نفسه على النطاق الإقليمي سواء من خلال آلية التعاون الثلاثية التي تجمع مصر والعراق ومعهما الأردن أو في المجال العربي الأوسع من خلال مؤسسات ومنظمات جامعة الدول العربية العلاقات بين مصر والعراق هي نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء العرب علاقات تقوم على الاحترام والتقدير لتاريخهما المشترك وانعكاس لإرادة حقيقية في استغلال هذا الإرث في إعادة إطلاق التعاون بينهما إلى آفاق يستحقها شعب البلدين ترجمة نانسي قنقر